بعدما كانت ولاية غليزان رائدة في إنتاج الحمضيات بإجمال إنتاج فوق مليون قنطار سنوياً تراجع إنتاجها اليوم بنسبة فاقة 40% لأسباب مختلفة على رأسها نقص مياه السقية للأسف الشديد هذا السنة 2021 تسمت بالجافة فعلنا سد ميناء كما أقول لك جفة عن آخره سد قرقر أبقى فيه نسبة ولكن للأسف البلاديات وبعض الولايات تستفيد من الماء الشاروب طلب من الوزارة المعنية وزارة الري ووزارة الفلحاء بها هذا السد يعودوا لدلوا الاحتبار خسروا لي أموال كثيرة ولكن راقاعد يباطن يغي في بلاستها توجهنا إلى أحد الفلاحين من بلدية وادي جمعة لمعرفة خباي هذا التراجع الملفت لإنتاج الحمضيات ليكشف لنا بأن شح الأمطار ونقص مياه السقية هي أبرز الأسباب مطالبا القائمين على هذه الشعبة بالتدخل خاصة فيما يخص منح ترخيص حفر الآبار التقليدية في سنة 2021 من أكثر من تلتميات رخصة والعملية مزال جارية فيما يخص دراسات طلبات أخرى إجراءات فيما يخص الآبار فيما يخص الترميم نحن وجهنا للفلاحين والبقاطاعات الرأي على مستوى الدوائر باستقبال كل الملفات وباعتها للدراسة بعد هذا التراجع الكبير لإنتاج هذه الشعبة يبقى الفلاح وحده من يتكبت فاتورة هذه الخسارة ما يستدعي إيجاد هلول استعجالية وتغليل كل العقبات أمام الفلاحين في سبيل الدفع بهذه الشعبة المهمة ترجمة نانسي قنقر